أجندة خلافات مزدحمة تهيمن على العلاقات الأمريكية التركية وهو ما يتجلى في اللقاء بين بايدن وأردوغان فمذبحت الأرمن من الملفات التي أثقلت كاهل العلاقات حديثا بعدما وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل مليون ونصف مليون من الأرمن في العهد العثماني عام 1615 بأنه إبادة جماعية ليكون أول رئيس أمريكي يعترف بالإبادة بحق الأرمن بشأن تطورات الأوضاع شمالية سوريا تعتبر الحكومة التركية قوات سوريا الديمقراطية امتدادا لحزب العمال الكردستاني في سوريا بينما إدارة الرئيس جو بايدن لديها توجه لزيادة دعم الأكراد بسوريا سياسيا وعسكريا فيما يتعلق بالصراع على موارد الطاقة بين تركيا من جانب واليونان وقبرص من جانب آخر أدارت واشنطن ظهرها لتركيا وظهرت دعمها لليونان وقبرص هوة الخلافات اتسعت أكثر حينما قررت واشنطن استبعاد أنقرة برنامج طائرات F-35 بل فرضت عقوبات على تركيا شملت حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية على خلفية الشراء أنقرة أنظمة الدفاع الروسية S-400 وبجانب تلك القضايا كلها تحث الولايات المتحدة التركية على الاهتمام بتوفير المناخ اللازم لتطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان خاصة في ظل وجود آلاف المعتقلين في السجون التركية من بينهم صحفيون وحقيقيون كما أن قضية بنك خلق التركي تمثل نقطة خلاف فقد اتهم المدعون العامون الأمريكيون البنك باستخدام الخدمات المالية وشركات الواجهة في إيران وتركيا لمساعدة طهران على التهرب من العقوبات الأمريكية ورغم تلك المعويقات فأن الاتصالات مستمرة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ترجمة نانسي قنع